اشتركوا في القناة وكما تشاهدون النشرة RT هذه الاخبار نعم انضمة اسرائيل تكون رابع دولة تسير الى القمر وكما تعلق النشرة يمكنك رؤية استراليا بوضوح انا بقول لكم ان شاء الله ما يمكنك رؤيته اولا اخذت من موقع تايم ان ديت صورة لخريطة الارض للوقت التي الصورة التقطت ووضعتها في برنامج بلندا ونشأت نموذج ثلاثي الابعاد وماذا نرى اين الهند وقارات اسيا كلها مخفية بشكل ملائم من السحب ولانها خارج التركيز وعلى ما تشاهدون ماذا يبين لنا موقع photoforensics.com يبين بعض الخطوط العمودية وبعض الخطوط الدائرية ثانيا انظروا الى هذه اللوحة كأنها مجرد تزيين النوافذ مسمار هنا فقط يحمل اللوحة تصدق يقولون ان المجدول كان من قبل يومين لتم نفذ الامر لاخذ الصورة من قيادة البعثة يسمى يهود تصدق وحصل هذا بتوقيت مناسب مع الاخذ في الحساب ان المسبار تدور حول محورها تصدق اتساءل لماذا يعطوا لنا فقط صورة ذات الجودة المنخفضة نحن في عام 2019 اخذت الصورة على بعد سبعة وثلاثين الف كيلو متر اليس هناك كفاية من الاقمار الاصطناعية تنقل الينا صورة ذات الجودة العالية ثالثا اين النجوم الارض تلمع والرقائق الذهبية تلمع للكاميرا الا النجوم والاقمار الاصطناعية رابعا الان دعونا نرى كم هي مثالية هذه الارض نعم هي دائرة مثالية كروي مصطلح لا اعتقد ذلك خامسا اكيد هذه اضحوكة تبدو الارض كأنها معلقة من قطعة خيط لا مستحيل حللها لكم ان شاء الله يبدو في هنا خط لمعة الرقائق الذهبية يمتد من اعلى الصورة الى اسفلها وفي واحد هنا وهنا ولكن لاحظ هذه اللمعة اللمعة في خلفية الارض ولم تكن في المقدمة فهذا يدل ان الارض وضعت هنا بالفوتوشوب او لان في هناك انعكاس للارض على الرقائق الذهبية هنا هذا يدل ان الارض كانت بنفسها صورة انعكاسية مركزة مثل هذه الارض في هذه الفيديو نعم السبايس اكس وتم تغييرها لتكون خارج التركيز واخر ملاحظة تصور انت نملة تعيش على الرقائق الذهبية هنا ويصلك هذا الضوء من الارض مثل ما يصلك قليلا من ضوء القمر البدر فتساءل لماذا في مرحلة القمر المحاق او الغير مرئي لم ينعكس نور الارض المشرق الى القمر لنرى القمر قليلا في تلك المرحلة اقول قولي هذا والله اعلم وجزاكم الله خير للمشاهدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة